اشتركوا في القناة اكثر العناصر تأثيرا في تغير حالة المناخ طبعا الحرارة احنا عارفين الحرارة بتأثر في باقي عناصر المناخ من مطر ورياح وضغط جوي تسقط اشاعة الشمس عمودية طوال العام عند دقرة الاستواع خطة تشابه درجات الحرارة في مدينتين مختلفتين في الموقع بالنسبة لدوائر العرض نتيجة تعامل التضاريس يشترك اكثر من عامل في ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الصحراء الكبرى منها هتبقى البعد عن المسطحات المائية وقلة الغطاء النباتي الدرس المستفاد من الافراد في استخدام التكنولوجيا خلال العصر الحديث ان التوازن البيئي مسئولية الانسان تعمل الرياح نقطة على تدفية المنطقة التي تهب عليها طبعا تبقى الرياح العكسية الرياح التي تهب بامتظام طوال العام الرياح السيئة لانها اه طبعا الرياح العكسية لانها الرياح دائمة اي من الرياح التالية تتجه الى نفس المنطقة في نصفة الكرة الارضية الشمالي والجنوبي هتبقى الرياح التجارية اه تهب الرياح نقطة من الدائرة دائرتين عرض تلاتين شمالي وجنوبا الى الدائرتين القطبية الشمالية والجنوبية الرياح العكسية مال كده تتشابه الرياح القطبية مع الرياح التجارية في الاتجاه تهب على السداء السوداني رياح محلية تسمى رياح الهبوب من بعد كده هننتقل لأسيدة صح وغلط العلاقة بين درجات الحرارة وارتفاع سطح الارض علاقة طردية طبعا غلط هتبقى علاقة عكسية لان احنا كلما بنرتفع عن سطح الارض مئة وخمسين متر عن مساء سطح البحر بتقل لدرجة الحرارة واحد درجة مائوية فهنا بنرتفع ودرجة الحرارة بتقل فتبقى علاقة عكسية نستطيع التعرف على حالة المناخ يوميا من خلال النشرة الجوية طبعا غلط لان احنا يوميا دي يعني مدة زمنية قصيرة يبقى الطاقس يؤدي اختلاف المناخ الى تنوع اشكال الحالة صح الارض صح يتشابه الطاقس والمناخ في العناصر المكونة لكل منهما صح يتمثل الفرق بين الطاقس والمناخ في الفترة الزمنية التي يغطيها كل منهما صح تعد الحرارة اهم عناصر المناخ صح لانها تؤثر في بقى عناصر المناخ تتشابه درجات الحرارة صح الارض لان مصدر واحد هو الشمس غلب بتتبين او بتختلف درجات الحرارة بسبب ايه بسبب خمس عوامل اللي احنا عرفينهم. اللي هما الموقع بالنسبة لدوائر العرض. التضاريس. القربة والبعض على المسطحات المائية. الغطاء النباتي. واخر حاجة. طول وقصر النهار. بعد كده هننتقل لسئلة درس الحياة الاجتماعية. ونبدأ بسئلة اكمل. تكونت مساكن نقط في مصر الفرعونية من حجرة او حجرتين. دي مساكن عامة الشعب. ونا تميزت بالبساطة وتكونت من حجرة او حجرتين. تميزت مساكن نقط في مصر الفرعونية بالحضائق الجميلة والجدران المحلاب الزخارف. مساكن الاغنية. تكون اساس مسكن المصر القديم من. اي حاجة من الاساس اللي كان بتكون منه. مسكن المصر القديم. الاسرة. الاسرة. الوسائد. المقاعد. السندوق الخشبية. كل دي من ايه من الاساس اللي كان موجود في مسكن المصر القديم. استخدم المصريون القدماء ادوات للتزايم مثلة. العقود والاساور والاقراط والامشاء والامشاط والكحل. كل دي ادوات ممكن ايه نذكرها. من الالات الموسيقية اللي استخدمها المصر القديم في العصف. هتكون المزمار والطبول. بعد كده ننتقل لسئلة صح وغلط. اه ظهرت تمييز بين طبقات المجتمع المصري القديم امام القانون طبعا غلط. ان كان مكانش فيه تمييز. ده ساعدة كمان على ايه على الاستقرار. والود في بين افراد المجتمع المصري. وكان فيه مساواة وعدالة امام القانون. بعد كده نسئلة بعده. الغالبية العظمة من ابناء الشعب المصري القديم كانوا من الحرفيين والمتميزين. هتبقى غلط. كانت من طبقة صغار الحرفيين والرعاية وعمار الزراعة. اه حرمت المرأة في مصر الفروانية من الاستقلال المالي. غلط. طبعا انه كان ليه حقوق حق الوراثة والبيع والشراء والتعاقد والشهادة. اه حافظ المصري القديم على الالتزام بالعادات الصحية في الطعام. طبعا انه كان بيلتزم بصح ان هو كان بيلتزم بغسل اليدين قبل الاكل وبعد الاكل. اه تعد الموسيقى شرطا من شروط الغناء عند المصريين الخدماء. غلط لانه كان فيه اه غناء بموسيقى وغناء بدون موسيقى. اه سبعة اعتمد عامة الشعب المصري قديما في صناعة ملابسهم من المواد الخام المحلية. الاجابة هتكون صح لانه كان باعتمد لكتان. والكتان ده مادة خام محلية عكس الاغنياء وفرعون. انهم كانوا الحرير المستورد من في نقيا. كانوا عمال الزراع والحرفيون والرعاية يمثلون الطبقة الاولى في مصر الفرعونية طبعا غلط. الطبقة الرابعة. رعاية الاسرة وحمايتها كانت من حقوق الاب في مصر الفرعونية غلط. واجبات الاب. كانت للمرأة في مصر القديمة حقه الوراسة والشهادة والتعاقد. صح. تمايز المسكن المصر القديم بالبساطة. اه صح. السؤال اللي بعده الحلية من ادوات الزينة عند المصريين القدماء. صح. من اداب الزيارة التي التزم بها المصر القديم دخول البيت بعد ان يزال له. لا. اه. الاجابة تكون صح. كان يستازن او من اداب المصريين عندها في الزيارة اللي هو الاستئزام قبل دخول البيت. بعد كده هننتقل لأسئلة المصطلح او ما المقصود. اه. الحياة الاجتماعية هي مجموعة العادات والتقاليد اللي كان بتمسك بها. اه. جميع طبقات الشعب المصري في من حيس ايه? من حيس المسكن والملابس والمأكل والمشرب وغيره. طب اه. اه. يعني ايه طبقة اجتماعية? ان مجموعة من الافراد تجمعهم صفات ومصالح واهداف مشتركة. بما تفسر اه كانت حياة المجتمع المصري القديم مستقرة يصودها الود. اه. بسبب تطبيق العدالة والمساواة امام القانون بين افراد المجتمع. اه. دون تغيير بينهم او دون تمييز او ايه تفرقة بينهم. السؤال اللي بعده احتلت المرأة في مصر الفرعونية مكانة مهمة في الاسرة. بسبب ايه? بسبب ان هي حقوقها الحق في الحق الوراثة والتعاقد والشهادة والبيع والشراء. كل دي كانت حقوق للمرأة. قالت بتتمتع بمكانة اه مهمة في الاسرة المصرية. بعد كده اختلفت ملابس بين اختلفت الملابس بين المصريين في مصر الفرعونية. طبعا اختلفت الملابس باختلاف آآ الطبقة. او باختلاف طبقات المجتمع. يبقى كان عندنا مسلا ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان. وملابس فرعون والاغنيات دي كانت تصنع من الحرير المستورد. طب مستورد منين? مستورد من في نقيا اللي هي سوريا حاليا. ودي كانت بتطرس بالزهب والفضة. طبعا اختلفت الملابس بين المصريين في مصر الفرعونية بسبب باختلاف الطبقات الاجتماعية. او باختلاف الطبقة الاجتماعية. وبعد كده انتقل لأسئلة دلل بقى لك اه تطورت عادات المصريين القدمية عند تناول الاطعمة. اول حاجة ان هما كانوا بتناولوا الطعام بطعام على حصير. بعد كده عارفوا الموائد المنخفضة. بعد كده عارفوا المواد المرتفعة. واللي هي ذات الايه المقاعد. واللي باجلس عليها الافراد. طب ايه دليلك ان احب المصريين القدمية الزينة ان هما ايه تنوعت عندهم ادوات الزينة. زي ايه العقود والاقراط والاساور. العطور. الامشاط. الحنة. الكحل. الخواتم. كل دوت. تنوعت وسائل التسليه والترفيه في مصر الفرعونية. كان عندهم مسلا يعتبر من ضمن وسائل الترفيه رياضة الصيد مسلا. وكان من ضمن الالعاب والرياضة برضو. كان عندهم الالعاب للرجال او الالعاب خاصة بالرجال. زي التصويب على كتلة خشبية والمصارعة وغيره. وفيه الالعاب للمرأة او للنساء اللي يتقاظوا في القراط او تقاظوا في القراط. وفيه الالعاب للاطفال. اه اللي هي زي مثلا اخفاء الوجه ولعبة العصى والطوق. ما ايجاب السؤال اللي بعده تعداد الاعاد واللي احتفالات عندنا المصريين القدماء. كان عندنا اعياد اجتماعية مثل عيد الربيع وعيد راس السنة. اعياد سياسية زي عيد جلوس فرعون على العرش. واعياد دينية زي عيد الاله هامون. وفيه اعياد عسكرية زي عيد النصر. وفيه اعياد اقتصادية مرتبطة بالزراعة مثلا زي عيد الفيضان والبزروي الحصاد. وكده يكون انتهت التدريبات. اه على الدرسين عناصر المناخ والحياة الاجتماعية. اه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.